شهد عام 2020 العديد من الإنجازات الدبلوماسية والتي تأتي من منطلق رؤية ونهج حرص عليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في بناء جسور الأخوة والصداقة مع كافة دول العالم ونحن فخورون بدورنا في ذلك وملتزمون بدعمنا للأمم المتحدة لبلوغ مشهتنا المنشودة رؤية ونهج حرص عليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومسيرة دبلوماسية حافلة تحقق ما يصب إليه جلالة الملك المفدى من توطيد العلاقات وتحسينها وحتى التأسيس لها إمانا منه حفظه الله ورعاه بأهمية بناء جسور من علاقات الأخوة والصداقة مع كافة دول العالم إن نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستغرار فيها وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها دول الأكبر على ضرور التسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مضلة الأهداف العالمية التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق كان عام 2020 شاهدا على إنجازات الدبلوماسية البحرانية ضمن رؤى وتوجهات جلالة الملك المفدى ولعل أبرز ما شهده هذا العام هو إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل في مبادرة تاريخية حكيمة تجسد النهج الحكيم لجلالات الملك المفدى في الانفتاح والتعايش على الجميع والتواصل البناء والتعاون المثمر بين مختلف الدول والشعوب كما تعكس جهود جلالته البارزة وحرصه المشهود على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة لتنعم دولها وشعوبها بالسلام والأمن والاستقرار والازدهار والرخاء وانطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة وتجسيدا لنهجنا الراسق في الانفتاح والتعايش مع الجميع فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتبار الضمان الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعا مسيرة التنمية التي تعيشها مملكة البحرين على كافة المستويات تواكبها سياسة خارجية متوازنة قائمة على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام المصالح المشتركة لتعزيز الاستقرار والسلام العالمي وهو ما يميز الدبلوماسية البحرينية التي تستشف منها السلطة التنفيذية كل ما من شأنه تحقيق توجهات جلالة الملك المفدة على أرض الواقع وفي هذا السياق ورغم جائحة كورونا في سنة 2020 إلا أنه عام بحريني استمرت فيه وزارة الخارجية بأعمالها على أكمل وجه من خلال الاجتماعات واللقاءات وآخرها كان حوار المنامة الذي تستضيفه البحرين سنويا وكل ذلك إيمانا وتأكيدا منها على أن النهج الراصخ لجالات الملك المفدة حفظه الله ورعاه في كل مكان وزمان هو النبراس الحقيقي للدبلوماسية البحرينية فريق البحرين من أبناء السلك الدبلوماسي استطاع تمثيل المملكة بشكل مشرف في كافة الدول المرتبطة بالبحرين بإلاقات دبلوماسية وثناء دولي لمملكة البحرين لما حققته وتحققه وستحققه مستقبلا ضمن نهج وتوجيهات سامية من جلالة الملك المفدة وضمن إيمان بأن البحرين بلد الكرام مهد السلام